المتدخلون في يوم دراسي نظم بالقنيطرة يؤكدون على أن التدبير الناجع للصفقات العمومية وترصيخ الحكمة الجيدة في تدبير المال العام يعد محركاً أساسياً لتعزيز النمو الاقتصادي والرفع من مستوية الإنتاج والاستثمار الوكالة القضائية للمملكة تساهم في هذا اللقاء من أجل المساهمة في بلورة حلول لبعض الإشكالات التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ مالية مهمة وذلك بهدف تجاوز مثل هذه الإشكالات وضمان إنجاح المشاريع الكبرى التي تنفذها الإدارة العمومية المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم برحب المعهد الملكي للشرطة أبرزوا أن الصفقات العمومية ومن خلال الدور الذي يمكن أن يتطلع به الاستثمار العمومي والخاص في تنشيط الاقتصاد تظل إحدى آليات الدولة والإدارة العمومية الكفلة بالإسهم في التنمية وتأهيل البنية التحتية وتوفير الشغل المقاربة تحاول جمع بين الجانب النظري القانوني والجانب التدبيري وكذا العمل القضائي في محاولة لتقديم حلول قانونية عملية مبتكرة لمعالجة ملفة الصفقات العمومية تدبير هذا النوع من الصفقات يجب أن تأسس على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحلول دون وقوع هذه المنازعات وإن حصلت بوأدها في أقرب وقت ممكن هذا اليوم الدراسي شكل فرصة لدراسة ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير المخاطر كرهان وقائي جديد لتحصين تدبير المال العام عبر الصفقات العمومية هذه الغبارة في جميع الحالة